طيب خلونا برضو نشوف المان اوف دا ماتش في ماتش اسوان والزمالك وده برضو احنا عندنا هنا وقفة سريعة كده ديلسون كاموني خلونا نستعرض سريعا من هو ديلسون كاموني الرجل المباراة من اوف دا ماتش هو موليد 97 25 سنة دلوقتي بيلعب في اكثر من جناح خط الهجوم طبعا رأس الحربة هو المركز الرئيسي بتاعه بيلعب كمان على الوينجر اجناح انتقل ليصوفه اسوان في صفقة انتقال حر اجين تاني في صفقة انتقال حر نادي اسوان لم يتكلف في هذا اللاعب فلوس بعد ناية عقده طبعا مع الفريق الانجولي طيب هو رابع حدافي الدولي الانجولي في موسم 21-22 وعقده مع نادي اسوان لمدة موسمين حتى ناية الموسم القادم 24 طيب احنا عايزين نتكلم برضو شوية هنا على نادي اسوان وعلى الطريقة اللي هو بيتعاقد بيها مع اللعيبة نادي اسوان تقريبا 90% من اللعيبة اللي هو استقدمهم هم صفقات انتقال حر الخزينة نادي اسوان لم تتكلف اعباء مادية كبيرة في التعاقد مع هؤلاء اللعيبة زي ما قلنا مفيش تقريبا موارد مادية كبيرة في نادي اسوان لذلك احنا بنرفع لهم القبعة عايز ارجع بس تاني لكابتن ايمان رمادي انا هنا كنت بوجه له التحية والتقدير مش علشان فقط الاداء بتاعه لكن كمان علشان هو لغاية اخر دقيقة اللعيبة عندها استقتال كبير جدا على الكورة وكمان مفيش عندهم ادعاءات اصابة كتير ما بنلاقيش اللعيبة بتاعت نادي اسوان زيها زي مثلا من فرق اخرى لما بتلعب قدام الاهلي او قدام الزمالك ويكونوا فاجزين او متعدلين من اول الشرط التاني وهم كلهم في الارض كلهم استقتلين في الارض ده مش موجود ما شوفناهوش النهاردة مع نادي اسوان خدونا نرجع تاني لارقام دلسون مع نادي اسوان هو لعب 11 مباراة دقائق اللعب اللعبها 290 مجملها سجل 3 اهداف وصنع هدف يعني احنا بتكلم تقريبا في 4 اهداف وهو طبعا وعلى فكرة هو كمان دلسون ما كانش اساسي من اول موسم فمعدل التهديف بتاعه كان كويس كنا طبعا بنشوف يبون هو اللي كان الاسترايكر الصريح في نادي اسوان ده فيما له صلاة بنادي اسوان والمدير الفني بتاعه والمهاجم الابرز اللي خد النهاردة من الابرز اللي خد النهاردة